رافي توكس بهاي الحلقة النجم الكوميدي كيفن هارت بحيكون ضيفي في رافي توكس أنا أحب المدرسة تلو فريدو بور Those About To Die مسلسل جديد بسالي زي في تاريخ فلسطين نجم هوليوودي يفضل لحم البشر على لحم البقر هل أنت كامل؟ هل تعلم ما يجب عليك أن تكون كامل؟ أكي سمعته قبل كم سنة قصة آرمي هامر اللي شغلت السوشيال ميديا بنفس فترة نجاح فيلمه Call Me By Your Name وطرعت عليه إدعاث مخيفة مثل ما سمعته اتهمات بأكل لحوم البشر وعنف جنسي هامر ظهر مؤخرا مع بيرس مورغن وحجة عن كل شي راد على كل شفنا في فيلم House Of Hammer ونفى كل التهم بس اعترف بخيانته لزوجته وندم الشديد كنت أعتقد أنني مؤخرا ونحن كنت أفضل هامر قال إن استغرب ليش ممثلين مثل ليناردو ديكابريو وجوليا رابرت ما وقفوا إياه والذي يزيد الطيم بلا إن طلع كلام إنه رابرت داوني جونيور كان يدفع لفلوس العلاج في المصحة بس هامر نفى وقال إنه داوني نصحه بس وقال له Sit down shut up and everything will be okay بالنهاية ما رح أقول غير نعيش ونشوف الأفلام بالـ 2024 منه اللي طار بالأرباح؟ منه اللي طاح بالخسائر بالنصف الأول من السنة؟ خليتشوف شنه اللي صار هالسنة بالأفلام؟ شنه اللي كسر الدنيا وحبة الناس؟ منه اللي طاح بالبوكس أوفيس؟ بالنهاية سوري موني دوكس That's a preview in the next 10 years الأفلام اللي ضربت بالبوكس أوفيس يعني الـ Winners Inside Out 2 جاب 800 مليون دولار وكلف 200 مليون المشاعر الجديدة تفاصيل مراهقة رايلي رجعت الحب للفيلم واو! You have a lot of energy دون Part 2 حقق 717 مليون دولار وكلف 190 مليون تفوق على الجزء الأول اللي جاب 400 مليون إذا تحبون تشوفون تصوير رهيب وقصة خبل لا تفوتون هذا الفيلم I don't believe you Despicable Me 4 أرباحها وصلت 574 مليون دولار وكلف 200 مليون السلسلة كلها جابت 5 بليون دولار Bad Boys Ride or Die مفاجأة السنة جاب 289 مليون دولار وكلف 100 مليون الناس توقعت يفشل بسبب ويلو سميث بس طلعت التوقعات غلط Sorry sir But I got it Garfield كلف 60 مليون دولار وحقق 230 مليون شكل الأطفال حبوه حتى لو الكبار ما عجبهم You hungry little guy باختصار أفلام الرسوم المتحركة اللي كل المنتجين يخافون منها عادة بسبب تكلفتها العالية هي اللي محقق الأرباح الكبيرة الأطفال يتغلبون على الكل بالبوكس أوفيس أما عن الأفلام اللي فشلت فشل ذريح في يوسا أماد مايك ساقا كلف 168 مليون وكسب نفس الرقم الفيلم كان فنيا ممكن يكون أفضل F فيلم عائلي عن الأصدقاء الخياليين جاب 181 مليون دولار وكلف 110 يعني الربح ضعيف شكرا لكي تفعل ذلك إنه يعني أفضل الكثير The Fall Guy نجومه ميزانية كبيرة جاب 171 مليون وكلف 140 أي شخص منه لقد لم أعرفه أرقايل الكارثة كلف 200 مليون دولار وحقق بس 96 مليون حتى الرفيوز كان السيئة صدمة كبيرة Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god باختصار الرسم المتحركة تفوز بشباك التذاكر والأكشن طاح صار وضع صعب Nice work gentlemen لكل عشاق الألعاب والأكشن استعدوا للأسبوع الأول من الشهر الجاي فيلم بوردرلانز الكوميدي الأكشن والمغامرات راح نزل أخيرا بتاريخ 8 أغسطس القصة مأفوضة من سلسلة الألعاب المشهورة بنفس الاسم ورح نعيش مع ليلث فائدة الكنوز اللي تلعب دورها النجمة الرهيبة كيت بلانشت وفريق المجنون والمفاجأة الثانية اللي راح أخبركم عنه اليوم النجمة الكوميدي كابن هارت دعوني في رفيطوكس ماذا ترغب في ذلك؟ ماذا ترغب في ذلك؟ مرحة الألعاب موجودة ليس لديه من هذا المجنون حسناً حسناً أحسناً كابن شعر بالمجنون فتاكتب في رفيطوكس وحباً لك أنت في رفيطوكس بلانشت ومشاناً لك أنت في رفيطوكس بلانشت قمت بلانشتر ومشرت كل شرق منها ما يعني تكون لكما تكون منها ومشتركة كتبلا شدت مللعا كركز والفقاية؟ أمعEN لاسفع لديهم ما مأكد جزء بالمقاية انه من أمازك منها بين الناس في الأتفادة بين Cate و Jame تخبركونوا إيقافة ونحن لديهم جميعاً ونبت معلونا مرة على الحقيقة أعتقد أنه مئك في المواد وبحن حفظاً أو تجارة ونحن محاولة من ونتمج ونحن لحفظاً في الأول ونحن أهلاً أمن ثلاثيًا أهلاً جزءًا وطلق تلك الجزء فهي حاناً بجزء إيجاب مجتمع بشكل موقف أريد أن أقول أنه ينجبه أمان سنفتها بجزء وفي عندما يكون وراغًا أريد أن نجد فكرة أريد أن تقلم أن تخذهب أريد أن تخذكًا في هذا الموضوع لا نستخدم أن نعرف نرادُلنه أبنى من في المدينة ليس أثقاء لذلك أفصل أفصل أفصله إلى السؤال الناوليين أو يمكن ذلك الإسلات على أن تفجح منها قصر vierيلة رائعة جبورة أفصل بعض المشكلة قادمة ديولة أفصلة أنا أجل بالفعل كل مناعجم محجم إليك أيêm أفضل المقاربات أفصل أفصل أن أفصل أفصل في سائل نمي أيام ماذا تصدرت على دخول عندي في هذا المشكل؟ التصدير بالسرعيلي ويوجد حديث يجب موحدة على هذه النسائل، تاخذ الفيكات ويوجد ننزيل ما هو آخر مهما التأكس ويوجد أجل ذلك مهما التأكس بي أفسد ميادة داخلية أو الأممدار الثامج كانت دقائم الآن تبيض ولا أفضل في مدلسته لا أشعرك كلنا نحب كنا أحب المدلست هل تريد أن تخبر أي شيء من المشاهدين في العرب؟ عبادة تتعبوني في عبارة كلما أصدقائنا هناك كل شيء من نظرة ومحب ومحب ومع مجتمع ومشاركة ومجتمع سنجل منذ عبارة أعلى ومجتمعين في يجب والاستغرابت لا تتغير، لا تقريباً أحب ما نحن أحب وحن أحب ما نحن تحب النظام سؤال الطالة، رج ممكن أن يطلق أو يمكن أن تخطب ستتحدث عن كيفية أجاً، أعطيك عن كيفية؟ هل تنسون إحدى أحداً؟ آ؛ میں لا أحداً لأنني أعتقد أن أفرق في أكثر من الوقت لا تنظر مما مضحًا أعطا بمعهم والع需要 أن تفهم الوظف من الوقت ذلك هو ما أرمي أعطا بمعهم أن تفهم الموضوع مرأ بل أكثر منها أن تحتجب أن ترى إلى النظام تحب تحفظه من حيث تحوظ أن تكون مفرق باحدة القانونية وقفت بطريقة تنة تلقف بطريقة تلك شئ لها لقد اننا لم تقرأ للك مجزرمة ورموط المعارضة لم يكن للمدفع مكان، وليكن لاتهي من درواً مكان كيفن، شكراً لك الذي تتوجه في وقت شكراً لك، أعطبك المسلسل جديد بسالي زي في تاريخ فلسطين مسلسل جديد من عشر حلقات على بيكوك ياخذنا لروم القديمة لحلبات المصارعة وسبقات عربات الخيول انتبهوا رح تشوفون كثير مشاهد عنيفة وجريئة أكيد الحمار صاعد صح؟ هدوا نفسكم القصة ممثل ما متخيلين الأحداث بالقرن الأول بوقت كانت الناس تعشق لألعاب الدموية نشوف قصص وشخصيات كثيرة أهمهم تينيكس صاحب أكبر حالة مراهنات والإمبراطورة وأولادها اللي تنافسون على العرش وكالة اللي تغامر بكل شي من أجل أولادها بالإضافة إلى العروض والألعاب الخطيرة اللي نشوفها بالمسلسل بس بصراحة أنا انخداعت وحزين لأنه مكنت أظن أنه أنتوني هوبكنز هو بطل المسلسل هذا اللي مبين من الماركتينج كامبين بس الأخ طالع بعشر مشاهد يعني مشاركة ضيف شرف أو بس لأنه محتاج فلوس والمفاجأة؟ المسلسل مقتبس بالنفس الكتاب اللي استوحوا منه فيلم جلادياتر وتوقعته حيكون بنفس المستوى بس خبضني تخيلوا حتى في بعض الأحيان حسيت المسلسل يشبه Game of Thrones شلون؟ جايبين الممثل اللي لعب دور رامزي بولتن ومقالدين تتر المسلسل وتحسهم بنفس الأجواء والأماكن لوموا اللقطات اللي تبين بها الروم القديمة كارح حس نفسي بويستروس وأكتر شي زعاجني كان بالحلقة الرابعة نشوفهم بحلبة مصارعة على الشكل مدينة القدس ويخططون لدخول أسد حتى يأكل سكان المدينة يعني كلها بس حتيقدمون عرض دموي فور فان نشوف الشخصية تسأل منه رح يكون وجبة هذا الأسد بالشو الرد يعني منه يعيش بالقدس اليهود طبعاً كأن ماكو ولا حد ثاني عايش بفلسطين هاي حركة تشيب وتزيف للتاريخ عيبها الرسائل خصوصاً بهذا الوقت الصعب باختصار المسلسل تعيه بشخصيات الكثيرة وحوارات الضعيفة وحتى CGI ما عجبني كنت أتمنى أن المسلسل يكون أفضل بس للأسف ما كان قد التوقعات وكان سلسل من الإحباطات فانصحكم ما تتابعونا تقييم من هذا المسلسل مهراج فيلم هندي يزعج المتدينين مقاطعة الأفلام أو منحها بالعادة تكون ماركتين قوي للفيلم هذا اللي صار مع المهراج اللي سماعت عننا لما نوصل للمحاكم قبل عرضه بسبب اتهامات اللي سائل طائفة دينية بالهند بس لما شفت الفيلم على نتفليكس لا عرفوا تأضحك ولا أحزن لأنه مستوحى من قصة حقيقية لبطل يصطدم بالمتدينين ويروح على المحكمة يعني نقدر نقول قصة الفيلم الدور أحداثة عن محاكمة صارت عام 1862 يقف بها صحف الجريء ضد كاهن يستخدم الدين لإقامة علاقات جنسية مع الفتيات بالموافقة المجتمع الصراحة القصة انتريستين بس أنا أول شي لفت انتباهي أن البطل جونيت خان هو ابن ممثلي لحبه كثير آمير خان وتحمست أشوف هل ابن البط عوام؟ الحقيقة الشاب مقبول بس أداءه باهته شوية ومحتاج يشتغل أكثر على تعبيرات وجهه يعني برأيي يسمع نصايح الوالد بالتمثيل اللي يشتكى أن أولاده ما يسمعون كلامه بس حبيت كثير الممثل اللي قدم دور الكاهن جاي جاي حقيقة هدوءة وابتسامة الخبيثة مرعبين هذا الفيلين اللي يعجب لي وكثير حبيت دور فيراج طلتها حلوة ودمها خفيف ووجودها فعلا لطف الأجواء كثير بس هذا الفيلم ماشي على تيمبلة الأفلام الهندية اللي نعرفها بالضبط يعني قصة ميلو دراما صراعات خير وشر وحوارات طويلة كل شي تريدوه رح تلاكوه في هذا الفيلم حتى الألوان المبهجة والرقص والأغاني بس الحمد الله ماكو سلو موشنز كثير والحقيقة حسيت أن صناعة الفيلم اهتموا بالبروداكشن ديزاين المبهر أكثر من القصة اللي جاي قدموها يعني الموضوع ما أثر بيه بالدرجة الكافية وكان ممكن يكون أقوى بس ما رحقس عليهم يكفي ليصار وياهم قبل عرض الفيلم برأيي ما رح تندمون لو شفتوا مهراج بالنهاية يقدم موضوع مهم بطريقة مسلية خصوصا لكل محبي الأفلام الهندية تقييمي لهذا الفيلم 3 out of 5 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر